اهلا بكم الى نشرة كورونا نبدأ من افراز العنوين تلقيح اكثر من 19 الف مواطن بالعقارات المضادة لفيروس كورونا وصحة تؤكد ارتفاع اعداد المقبلين لاخذ اللقاح اكثر من 126 مليون مصاب بكورونا حول العالم وغوتريتش ينتقد حرمان الدول الفقيرة من لقاحات كورونا دراسة مشتركة بين صحة العالمية والصين ترجح انتقال الفيروس من الخاففيش الى الانسان عبر احد الحيوانات المضيفة اهلا بكم الى تفاصيل رجحت لجنة الصحة والبيئة النيابية لجوءها لتوصيات اكثر تشددا في حال استمرار اعداد الاصابات والوفيات بالفيروس في الارتفاق محذرة في الوقت ذاته من خطر انهيار المؤسسات الصحية في المرحلة المقبلة واقل عضو لجنة غايب العميري ان المرحلة الراهنة بحاجة الى تجديد الاجراءات الاحترازية من قبل وزارة الصحة والجهات المختصة مؤكدة في الوقت ذاته ان اللجنة تراقب الموقف الوبائي وستعمل على الرفع توصيتها الى اللجنة العليا للصحة والسلام الوطنية لتلافي خطر خروج الوضع الوبائي عن السيطرة اكدت وزارة الصحة الى ان العدد الكلية للملقحين وصل الى تسعة عشر الف وستمائة وخمسة وثلاثين الوزارة في بيان لها اضحت انه تم تلقيح عشرة الاف واربعمائة وسبعين مواطنا يوم امس داغية للمواطنين الى مراجعة المراكز الصحية لتلقي اللقاع سواء كانوا مسجلين بالمنصة الالكترونية او غير المسجلين اعلن المدير العام لصحة بغداد الكارخ جاسب الحجم عن توافد الاف المواطنين على مراكز التلقيح بلقاح فيروس كورونا في جانب الكارخ واقل الحجمين نسبة المراجعين من المركز بلغت تسعين بالمئة قريبا وعشر بالمئة فقط من اطراف العاصمة مشينا الى ان نسبة الذكور الملقحين بلغت خمسا واربعين بالمئة في حين بلغت نسبة الملقحين من الاناث خمسا وعشرين بالمئة تقريبا اصدرت وزارة الصحة في اقليم كردستان تحذيرا اليوم من تفش كبيرا للفيروس بعد تسجيلها نحو الف اصابة وهي اعلى حصيلة خلال العام الحالي في محافظات الاقليم وادعت الوزارة في بيان الى اجراء الفحوصات الخاصة بالفيروس في حال ظهور اعراض الاصابة او ملامسة احد المصابين لمنع تفشي الوباء وكسر سلسلة انتشاره دائرة صحة الديالة حذرت بدورها من خطورة تادهور الوضع الوبائي في المحافظة بعد تساعد في اعداد الاصابة اليومية بفيروس كورونا مصادر في الصحة اشارت لتسجيل 194 اصابة جديدة و83 حالة شفاء في عموم المحافظة داغيا المواطنين الى اهمية التقيد بشروط الوقاية والتباعد الاجتماعي لتلافي الاصابة بالوباء باشر العراق باجراء اولى عمليات التلقيح الوقائية من فيروس كورونا بعد وصول النوع الثاني من اللقاحات منظمات صحية اكدت ان اللقاح امن ودون اعراض جانبية ويقي من كورونا بنسبة 80% داعيتنا المواطنين للتوجه للمراكز الصحية لاخذ الجرغات مجانا باشر العراق اجراء اولى عمليات انطلاق التلقيحات الوقائية من وباء فيروس كورونا حد سجلت وزارة الصحة تسلم مواطنين بنحو 3404 كوجبة اولى من لقاح استرازينيكا داعية الى التوجه الى المراكز الصحية لاخذ جرعات اللقاح مجانا وزارة الصحة اكدت توفر نوعين من اللقاحات حاليا ابرزها الصيني سينوفارم بالاضافة الى اللقاح الجديد استرازينيكا مؤكدة وصول نوع ثالث من اللقاحات والمعروف باسم لقاح البايزر قريبا سيكون باستطاعة المواطنين اخذ اللقاحات المسجلين على منصة الالكترونية سيكون لهم الاولوية في هذا اللقاح من خلال رسائل نصية ستصل الى هواتف من نقالة بموعد اللقاح ومكان اللقاح لذلك يدعوة الى الاخوة المواطنين الكرام الى اخذ اللقاح الان هو لقاحين موجودة ولقاح سينوفارم ولقاح الاسترازينيكا المنظمات الصحية من جانبها كشفت ان اللقاح يكون عبر اخذ جرعتين مؤكدة ان اللقاح امن ودون اعراض جانبية كما انه يحمي من كورونا بنسبة متقدمة تصل الى 80% توفر ايضا لقاح استرازينيكا سيتم مباشرة باعطاء المواطنين ننصح المواطنين بالحصول على هذا اللقاح واطباء عاملين ايضا اخذوا تقريبا 80 طبيب اخذوا اللقاح والحاليا في صحة جيدة ولا توجد اي مضاعفات وقد تعقد العراق وتسلم ما مقداره 20 مليون جرعة لقاح ووزعت ضمن 666 منفذ طبي في عموم المدن والمحافظات صابرين كاظم العراقية الاخبارية بغداد محافظة ذيقار تشهد اقبالا كبيرا من قبل الملاكات الصحية وكبار السن على لقاحة كورونا بعد فتح سلع مراكز لتوزيع الاقار لتأمين وصول الاقار المضاد لأكبر عدد ممكن من المواطنين الراغبين بالتلقيحة اقبال من قبل كبار السن والكوادر الصحية في اخذ جرعة اللقاح ضد دوباء كورونا حيث قامت مديري الصحة ذيقار بفتح سبعة مراكز من اجل انسيابية العمل نحن الآن الساعة العاشرة تقريبا صباحا بلغ عدد الملقحين 114 شخص منها تقريبا 60 جرعة لقاح استرازينكا الذي وصل حديثا الى قطعنا و14 لقاح سينوفارم جرعة اولى وكما اشارت منظمة الصحة العالمية والف دي اي والمنظمات العالمية المعتبر بها جميع انواع اللقاحات امنة امنة وبنسبة 100% اجراء روتين وسهل جدا مجرد ان المراجع او الكادر الصحي او الطبي الذي اخذ الجرعة الاولى بالجرعة الثانية فقط تأشير الموعد وختم البطاقة الصحية وياخذ اللقاح من قبل الفرقة القحية اجراءات سهلة من اجل الحصول على اللقاح حيث يتم تنظيم استمارة بعد الحجز المسبق في الرابط الالكتروني المخصص لذلك كل الناس تلقع بهذه اول شي حفاظ على عائلته واللي الناس يختلط به سبق وان اصبت بهذا الوباء بهذا الفيروس شهر الثامن سنة العشرين وكانت صابة شديدة جدا والحمد لله شافيت بعد ما راجعت الاطباء والادوية والان من عرفت انه التلقيح بدأ العالم وان كوني موالي 43 عمره 78 سنة فضروري انه اكون اول من يلقى حتى احفظ نفسي انا من كبار السن واجهة القح لانه اللقاح ضروري ويفيد الانسان ويدفع عنا البلاء والحمد لله رب العالمين ويستغرب المختصين عن حديث مواقع التواصل الاجتماعي حول خطورة هذا اللقاح وما يسببه من مضاعفات ويعدونها معلومات مخالفة للرأي الطبي في اهمية اخذ اللقاح للحفاظ على حياة الناس بالنسبة للاشعاعات اللي تنتشر بالفيسبوك او اللي انسمع من الناس مثلا هذا اللقاح لتاخده ويسوي عقم هذا اللقاح ممكن يسوي اصابة عندك لا هذا اللقاح كورونا حال حال اي لقاح عادي هو عبارة عن فيروس مضاعف شو اللقاحات اللي ناخذها افلاونزي اللي تاب الكبد الفيروسي مجرد انه ينطيك مناعة ضد الاصابة للعراقية الاخبارية سنان الخفاجي الناصرية مشاهدين حول هذا الموضوع ينضم معنا المدير العام لصحة ذيقارة دكتور صدام طميلة هنبك الدكتور في هذه النشرة بداية مع ارتفاع ضد الاصابات بكورونا في عموم البلاد كيف تصفون الوضع الوبائي حاليا في المحافظة بسم الله الرحمن الرحيم التحية لكم وتحية لمشاهدي قناة الاخبارية العراقية قبل لا ادخل بهذا الموضوع احب اوجه رسالة الى اهنى في محافظة ذيقار كافة من شمالها الى جنوبها الرسالتي هي احثهم على الاسراع لاخذ لقاح الكورونا الحقيقة هذا اللقاح لا توجد فيها عمرية ما عدا اقل 18 سنة غير مشمولين باللقاح لا توجد حدود للقاح استرازينيكا الجرعة الثانية او المجموعة الثانية اللي هي سينو فارم والحاليا نحن لدينا لقاح استرازينيكا هذا اللقاح من مناشئ اوروبية بريطانية امين جدا بعض الدول تلهث للحصول عليه اكيد هناك جهود كبيرة ابدتها بوزارة الصحة متمثلة بمعالي وزير الصحة والاخوان مدراء وكلاء السيد الوزير والمدراء العامون من اجل الحصول العراق على هذا اللقاح حصتنا سبعة عشر الف جرعة من لقاح استرازينيكا نتمنى ان اخواننا واهلنا في محافظة ذقار الاسراع لاخذ اللقاح سواء عن طريق المنصة الالكترونية او الذين لا يستطيعون التسجيل على المنصة الالكترونية الذهاب مباشرة الى اقرب مركز صحي يحتوي على اللقاح احنا الحقيقة قسمنا اللقاح المراكز الصحية في محافظة ذقار الى اربعة وثلاثين منفذ يعني منتشرة في عموم المحافظة منها سبعة في صوب الجزيرة واربعة في صوب الشامية بالنسبة للمركز والبقية موزعة على القطاعات والمستشفيات الاخرى في الاقضية والنواحي الاربعة وثلاثين منفذ عدد كبير جدا بإمكان اي شخص أن يذهب الى اقرب مركز صحي لاستلام حصة من اللقاح كله في العراق جهد ومال فليس من المعقول ان نفقد اهلنا واحبائنا مثل ما حدث سابقا نتمنى على جميع الذهاب لاخذ اللقاح دون الرضوخ الى هذه الاشاعات المغرضة والتي تسبب بعض المشاكل احنا في جائحة نقاتل ليل نهار مع وباء شرس جدا اخذ من عندنا ما اخذ فاتمنى ما دام الحكومة العراقية ابدت استجابة سريعة للحصول على هذا اللقاح بعض الدول قاطعت هذه الشركة لكونها لم توفي بعهودها وتحصر على اللقاح نحن اللقاح موجود لدينا فيجب على الجميع تحمل المسؤولية المسؤولية امام عائلته وامام شكرا الوطن فيجب على الجميع فيجب على الجميع الذهاب لتسجيل اسمائهم او لاخذ اللقاح بصورة مباشرة اذا شكرا لك دكتور صدام الطويلة مدير صحة مدير عام صحة ذي قاتلت معنا مباشرة شكرا جزيلا لك صحة محافظة ديوانية باشرت بتلقح الملاكات الطبية وكبار السن بلقاحات كورونا بعد وصول اكثر من عشرة الاف جرعة جديدة من اللقاح المضادة مشيرة الى عدم تسجيل اي اعراض جنبية على المواطنين الذين تلقوا لقارة اعلن الدار الصحة محافظة الديوانية عن استلامها اكثر من عشرة الاف جرعة جديدة من اللقاحات الخاصة بكورونا والمباشرة بعمليات التلقيح ولمختلف شرائح المواطنين ومن خلال المراكز الصحية المحتمدة وبموجب آلية التسجيل على المنصة الإلكترونية لقاح أسترزينيكا حصلت المحافظة على 10900 جرعة بواقع 5450 شخص راح يتلقحون بهذا اللقاح على جرعتهم إن شاء الله وعملنا على توزيح على المنافذ في كافة الوحدات الإدارية العشرات من الكوادر الصحية بالمحافظة تم تلقيحهم في وقت سابق بجرعتين من لقاح سينوفاك الصين ولم تسجل لديهم أي مضاعفات تذكر شخص الذي يتقبل اللقاح أنه يتعرض أو ينفح من قبل أطباء مقتصين قبل اللقاح لأنه خاف عند بعض الأمراض أو مصاب بحمة عالية أو فاتشية حتى يشوفونه قبل اللقاح وبالنسبة لكبار العمر وكبار السن هم يكونون مفضلين وأصحاب الأمراض المزمنة يكونون مفضلين لتلقي اللقاحات كونهما من الفئات المعرضة للخطورة بدرجة عالية تعد اللقاحات من أبرز وسائل السيطرة على الوباء الخطير ومنع الإصابة بالمرض وبنسبة عالية وتتميز بالأمان والسلامة وتم اعتمادها من قبل منظمة الصحة العالمية اللقاح آمن ما بي مشاكل وأيضا هو سلاحنا الآن الوحيد المتوفر بالإضافة للإجراءات الوقائية ما دام إحنا ما واصلنا إلى 80% من تلقيح المواطنين نبقى من تزمين بالارتداء الكمامات والتباع الجسدي فرحان مراد الديوانية قناة العراقية الأخبارية مشاهدين حول هذا الموضوع ينضم معنا مدير شعبة التحصين في دائرة صحة الديوانية الدكتور بدر موحان أهلا بك دكتور في هذه النشرة لكورونا بداية حدثنا عن كيفية أخذ الملاكات الصحية اللقاح رغم ما أشيعة عن الأعراض الجانبية لتلك الإعقارات في مواقع التواصل الاجتماعي بسم الله الرحمن الرحيم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته باشر الدار الصحة الديوانية قسم الصحة العامة شعبة التحصين بتلقيح الوجبة الأولى قبل تقريبا أكثر من شهر في سينوفار تم تلقيح ما يقارب تسعمية وخمسة واربعين شخص ولم تسجل أعراض جانبية إلا طفيفة جدا هي تورم في مكان الزرق وحمرار وحرارة بسيطة فاللقاح عام وفعال بنسبة عالية نعم إذن هناك أيضا إصابات عديدة بالسلالات الجديدة للفيروس كيف يجري التعامل مع المصابين بهذه السلالات الجديدة والمتحورة وهل اللقاح أيضا له نفس الفعالية في السلالات الجديدة والمتحورة لا طريق للتخلص من هذا الوباء بعد أن تقريبا عجزت الطرق التباعد والكمام عن رد الوباء فلا طريق إلا طريق التلقيح ويجب أن نصل إلى نسبة عالية جدا من تلقيح المجتمع 80% لتسنى لنا ما يعرف بمناعة القطيع وهذه النسبة يجب أن تكون عالية 80% لإطمئنان على المجتمع أما ما يشير من أنه بعض اللقاحات غير فعالة غير آمنة كما يظهر في صفحات التواصل الاجتماعي فلا دليل علمي عليه وإنما هي أشاعات مغرضة ولا صحة لها إذن شكرا جزيلا لك الدكتور بدر موحان مدير شعبة التحصين في دائرة الصحة الديوانية تجاوزت أعداد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم حاجز المائة وستة والعشرين مليون إصابة في حين وصل عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أكثر من مليونين واربعمائة ألف حالة وفاة بالفيروس في أكثر من مائتين وعشر دولة منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في العام الماضي انتقد الأمين العام للأمم المتحدة طينيو جوتريتش توزيع غير العاد للقاحات المضادة لفيروس كورونا في العالم داغيا الدول الغنية إلى تقاسم جزء من لقاحاتها المخزنة مع بقية دول العالم جوتريتش أعرب عن أسفه للصعوبات التي تعترض عمل أليا تيكوفاكس التي كان يراد منها إتاحة اللقاحات للدول الفقيرة المفتقرة للأموال اللازمة ولجوء الدول الغنية إلى تخزين اللقاحات المضادة لفيروس بصورة كبيرة رجحت دراسة مشتركة بين منظمة الصحة العالمية والصين إلى أن أصل فيروس كورونا جاء من الخفافيش وانتقل إلى البشر عبر حيوان ثالث ويوصل الخبراء بحثهم في كل مجال باستثناء فرضية تسرب الفيروس من المختبرات أعلنت الإمارات أن شركة دوية جديدة في أبوظبي ستبدأ تصنيع لقاح الوقاية من الفيروس الذي تنتجه شركة سينوفارما الصينية في وقت لاحق في هذا العام تحت اسم حياة فاكس مرشرة إلى أن لقاح المنتج محليا سيكون نفس العقار الذي جرت الموافقة عليه في كانون الأول أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل سبع وثلاثين وفات وستمائة وست وثمانين إصابة جديدة بالفيروس خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية متحدث باسم الوزارة الضحانة إجمالية عدد الوفيات جراء الوباء في البلاد وصل إلى أحد عشر ألفا وثمانمائة واثنتين وثمانين منذ بدء الجائحة في العام الماضي عن آخر تطورات الموقف الوباء في سوريا تنظم معنا عبر الهاتف مرسلاتنا من دمشق رانيم محمد أهلا بك رانيم ما هي آخر تطورات الموقف الوباء في سوريا نساء الخير طبعا موجة ثالثة هي الأعلى على الأراضي السورية منتشار فيروس كوفيد 19 مع الزياد في عدد الإصابات وانتشار سريع للوباء في بعض المناطق وارتفاع معدلات إصابات الشباب وزيادة شرطة الأعراض المرضية يعني دعيني أتحدث عن منحة إصابات كورونا في الفترة الأسيرة الزادة بشكل كبير نتيجة عدم التصدي والتقيض للإجراءات الوقائية والأجواء الجوية في سوريا تاهمت بشكل كبير بسوريا العقوى وانتشار الإصابات ضمن شرائح الشباب ووصلت الأعداد اليوم بشكل كبير يعني تسجيل 142 إصابة جديدة بالفيروس ما يرفع العدد الإجمالي إلى 18 و498 ألف إصابة وشفاء 120 حالة من الإصابات المسجلة ليرتسع العدد الأجمالي إلى عدد كبير يعني وصات أيضا يعني أنك باليوم 25 حالة وصات من المثبتة لهذا اليوم عدد كبير تقبل نعم كيف تجرى عمليات التطعيم وتلقي حناك في سوريا؟ من هم الفئات المشمولة حاليا باللقاء؟ نعم جميع التوابذ الطبية في المشافي يعني جهزت على درجة عالية الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة وهم العاملون في مراكز العجل وكذلك القوات المسلحة في الجيش العربي السوري والجيش الأبيض يعني والمعلمين هم الأكثر إصابة والأكثر عرضة فهم الذين تجري عليهم عمليات التطعيمة الحالية نعم إذن شكرا جزيلا لك راني محمد مرسلتنا من دمشق قرر الأردن تنديد حظر التجوال الليلي والاستمرار بإجراءة منع إقامة صدات الجمعة وقداس الأحد وأغلق الحدائق العامة والنواد الليلية والمراكز الرياضية حتى منتصف أيار المقبلة ويشهد الأردن منذ أسابيع ارتفاعا في أعداد إصابة كورونا بعد تسجيل 82 حالة وفاة و7183 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بحضر التجوال الليلي وبحضر التجول الشامل يوم الجمعة وبالقطاعات المغلقة التي كانت مفروض أن تكون مغلقة لغاية 31-3 من هذا العام فقد تقرر تمديد كل هذه الإجراءات إلى 15-5 قال المفوض الأوروبي لشؤون السوق الداخلية تري بريتون إن ترتب عملية إنتاج لقاح سبوتينغ في الاتحاد الأوروبي بعد نيله الموافقة سيستغرق نحو عام كامل وضف بريتون أن الإعقار الروسي لن يكون له تأثير على الوضع الوبائي في دول الاتحاد الأوروبي حتى ذلك الحين مؤكدا عدم وجود أي دواع علمية تدعو إلى الشك بفعالية وسلامة اللقاح أعلن رئيس مركز جمالية للبيولوجيا المجهرية أليكسندر جينسبورغ أن المركز يخطط لتوريد سبوتينغ المضاد لفيروس كورونا إلى 50 دولة موضحا أن إنتاج العقار أصبح ممكنا بفضل النظام المعتمد في التجربة السريرية والذي تم إنشاؤه في روسيا وتحت إشرف وزير الصحة بصورة مباشرة ترجمة نانسي قنقر مرسلاتنا هذه الصباح أهلا بك هديل بداية ضعينا في صورة الموقف الوبائي في عموم البلاد وهل هناك ارتفاع في أعداد الإصابات؟ نعم يبدو في أستراليا أن هذا الفيروس في الحقيقة يأبل هزيمة فبعد أيام طويلة جدا من تسجيل صفر إصابة في أستراليا اليوم وكل أسف سجلت مدينة بريزبينو التي هي عاصمة ولاية كويزلند أربع إصابات بالفيروس الجديد وهو الفيروس الشديد العدوى من السلالة البريطانية هذا الفيروس جاء عن طريق إحدى الممرضات العاملات في الطابق المخصص لمصابي الفيروس من القادمين من الخارج طبعا انتقلت إلى هذه العدوى وبكل أسف لم تكن على دراية بالأمر حتى لم تكن هناك عراض في بادئ الأمر ولهذا هي نقلتها لأختها وسافروا مع بعضهم انتقلوا إلى ولاية نيوساف ويلز واللي عاصمة هسدني واللي هي دائما تكون الأكثر اقتضادا بالسكان والآن من المحتمل قد يكون نقلتها العدوى إلى هذه الولاية مرة أخرى أما بالنسبة لولاية كويزلاند اتخذت السلطات الصحية إجراءات مشددة وإغلاق فوري يبدأ من يوم غد لمدة ثلاثة أيام من أجل منع الانتشار للفيروس طيب كيف استجاب قطاع الأعمال مع حملات التطعيم وأيضا هذه الخطط التي ذكرتها بإغلاق لمدة ثلاثة أيام وغيرها التي اعتمدت الحكومة لاحتواء الوباء كيف يتعامل هذا القطاع مع هذه الإجراءات عذرا لكن السؤال غير واضح إذا ممكن نهت عديني السؤال أو أتحدث تفسر عن معنى كيف استجاب قطاع الأعمال هناك مع حملات التطعيم والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لاحتواء الوباء نعم الإجراءات هي إغلاق مباشر تام لكافة هذه المدينة والتي هي طبعا مدينة برزبن عاصمة ولاية هذه المدينة أيضا هي مكتبة بالسكان وتحتوي على حيل الأعمال التجارية تم إغلاقها بالكامل لمدة ثلاثة أيام تباعا لما حدث من إصابات اليوم من الإصابات الناتجة عن العدوى المجتمعية هو فرض إغلاق كامل لن يسمح للمواطن بمغادرة منزلي إلا للضرورة القصوى كالتسوق أو لأغراض طبية أو لممارسة الرياضة لكن يكون الشخص بمفردة في الشارع بالتالي هذا الإغلاق سيستمر لمدة ثلاثة أيام قابلة للتجديد في حال ظهور حالات مجددة ومرة أخرى أربعة حالات فقط أو أربع حالات فقط في أستراليا كفيلة بإغلاق مدينة بيكملها نعم إذن هذه سبع مرسلاتنا من السدي كنت معنا مباشرة شكرا لك على هذه المعلومات بدأت البانية حملة تلقيح جماعيا ضد فيروس كورونا بعد حصولها على 192 ألف جرعة من لقاح سلوفاك الصينية تهدف الحكومة إلى إعطاء ما لا يقل عن أشرة ألاف جرعة في اليوم وإكمال 500 ألف جرعة بحلول حزيران المقبلة إذن مشاهدنا قبل الختام هذا تفكير بلا برزا تلقيح أكثر من 19 ألف مواطن بالإعقارات المضادة لفيروس كورونا والصحة تتؤكد ارتفاع عدد المقبلين لأخذ اللقاح اشتركوا في القناة